موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وسهلا بكم معكم محمد علي وحلقة جديدة عالم الصروة التقنية اتمنى تكونوا بخير وبصحة وبافضل حالي نهاردة نتكلم عن اخر التطورات نحسو وصلت معي على الكلام اللي بيحصل حاليا طبعا انا اكد ان الشركة نصبتها لكن في ناس بتقول ان المشرفين بعتونهم بيطلبوا فلوس عشان يتمموا السحبات دي نقطة النقطة التانية اي حد يتواصل معك عشان يطلب منك اي فلوس تحت اي مسمى اه ضرائب اقتطاعات تبرع اي حاجة اعرف ان هو خلاص كده ده اه نصب عليك وعايز ان فلوس الثاني فلوس لما قبل كده خلينا مفاكرين للناس اللي كانت ماشية التطور كان ازاي وقف الصحابات قالك ان في اه ابدات في السيستم بعد كده قالك في عرض والعرض ده جميل وآآ رحلة المليونير اللي ما بقاش حد يتكلم عليها لو اخط الف مش عايف تلتمت الف ده اخدهم مش عايف كم مليون وكانت ارقام كده خزعبالية وحذرنا برضو الناس من هذا الموضوع ولكن بعض الناس اللي ما عنداش اي زرة فكر عادت تشجع الناس وتقول لهم الشرك مضمونة الشركة ليها ترخيص الشركة 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 روح اتفرجوا على الترخيص اه حابب ان اقول لكم ان الترخيص بتاع الشركة ملغي خلاص هنا بوكي بيت كان مدي تلاتة بويند ستة ده الحالي قبل كده كان اواخد سبعي يعني ازل اربع نقط ده معناه ان خلاص وتحط تحذير على الرخصة بتاعة بريستون ادي بريستون عشان محدش يقول ان انا جاب موقع تاني هاد الموقعين اللي تابعين لبريستون وتحط عليه ان خلاص كده بيقول لك خلي بالك ان في مخاطرة على او اه نقدر نقول رسك كبير مخاطرة على فلوسك او رأس مالك طبعا التقييم هنا بقى اي ودي اللي هي اقل حاجة في التقييمات بتاعة الموقع فحاليا الوضع بقى رسميا بريستون مصابة الترخيص اللي كانت الناس بتقول لي اه دي اه مترخصة في امريكا وجر يشوف وجر اعمل اتحقق الترخيص خلاص ذهب مع الريح وده اللي انا توقعته من اول وقلت عليكم ان الترخيص ده لا يساويش الترخيص ده بتعمل وملوش اي حاجة او ملوش اي قيمة قانونية لما تيجي تشتكي عليهم دلوقتي عشان خاطر يبقى الكلام واضح خضرتك لازم تخلي بالك من حاجة اه لازم انك انت تبقى عامل رقم واحد ان المنصة خلاص نصبت رقم اتنين ان المنصة حاليا ما فيش اي فلوس هترجع خضرتك للمرة الاخيرة اي حد يتوصل معك تحت اي مسمى انك كنت هتتفع رسم محامي تحت مسمى انك كنت هتتفع ضرائب تحت مسمى اقتطاعات تحت اي آآ سيارة اقتطاعات مش عارف ايه حضرتك ده حلاص كده نصب انا حضرتك لما حد انا ليه عنده فلوس بقول انت عليك مجينية حضرتك انا ليه عندك الف وبقول لي عايز مية لا العاقي بيقول انك انت تقطع المية وتديني تساوميت آآ تساوميت جينية ما تدينيش الالف انت ليك عنده فلوس اوكي ما فيش مشاكل خدها ولكن هما حاليا كل الكلام اي حد توصل ما كان تليجرام سواء ان كان مشرف حد غريب في ناس دلوقتي بتقول انها هي يعني خدمة عملاء وبيخشوا للناس بيقلبوهم في الفلوس حضرتك ما تدفعش سنت ما فيش فلوس هترجع الشركة خلاص كترخيص منتهية كشركة استثمارية منتهية كل حاجة منتهية اي حد يقول لك عكس هذا الكلام اي حد يقول لك اصيوم واحد وثلاثين هيدفعو انا منيش دعو بالناس زي اركن على جنب انا ليه الكلام اللي انا بقوله بيحصل وبالملي انا قلت لكم ان نصبته وانتهت من فترة وفعلا كلام حصل بالملي والترخيص تلغى وكل حاجة ماشية زي ما قلت بالظبط حاليا تاني عشان خاطر ما نفضلش نلف في نفس الكلام اي حد يتواصل معك يقول لك عايز فلوس عشان خاطر ارجعلك او ساعدك على الصحوبات ده نصب ابن ستين شحيبر او هتديله اي مليم اللهم ما بلغت اللهم ما فاشهد مفيش فلوس هترجع نهائيا الناس اللي بلغت هتمش بقى في المجال القانوني الناس ما بلغتش خلاص ات الصعوط اا يعني الصعوط ربنا في الفلوس ولكن محدش اتحك عليك اي ان كان كنيته او اي ان كان حد ده بل يطلع يقول لك لا ده الفلوس هترجع الفلوس هتاخدها ده انا وثق في الشركة صاحبة الشركة تبقى بنتعمت خلت مش عارف مين كل الكلام ده كله منوش اي واقع الترخيص خلاص نزل علي تحذيري يعني اعتبرت الشركة نصابة والموضوع منتهي اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته